كما يا جماعة اخباركم ايه النهاردة هنتكلم على موضوع مهم عدم التام الفخد عدم التام الفخد بس يا جماعة الفخد ده احنا قلنا اجزاءه قبل كده فيه عنق راس وعنق والحتة اللي ما بين المدورية وتحت المدورية وده الجسم نفسه والاسفل وجوه المفصل احنا نتكلم بس النهاردة على الحتة دي ده من اشهر الكسور وبالتالي بدام اشهر الكسور يبقى فيه نسب عالية لل لعدم اللحام النسبة نفسها تقريبا قريبة من بقية الجسم كله بس كمن الكسر طبيعته كتير فبيظهر عدم اللحام كتير عدم اللحام عموما من 3 ل 6 شهور وعشان نقول ان مفيش لحام فيه قلم مكان الكسر وبالاشعات مفيش تقدم بعض الكسور بنمد الفترة بتاعته يعني بدل ما هو 6 شهور 8 شهور الفخت واحدة من ضمن العظم اللي احنا بنمده بنوصل لغاية 8 شهور بس ده عشان نعرف عدم اللحام فيه بطء اللحام وفيه عدم اللحام ما احنا دلوقتي بنتكلم عدم اللحام فبنستنى لغاية 6 شهور قلنا ليه الكسر ده الملتقم كتير لانه هو اصلا الكسر بيحصل كتير بالنسبة للأسباب الأسباب يا جماعة في عدم اللقام واحدة بس انا هقول لك معلومة ان ان هو صحيح يعني مثلا نيجي نقول ايه التدخين 60% بيمنع اللحام في بعض الأبحاث بتوصل لغاية 80% مش بس بكلمك على مستوى الفخدة الظهر اي حاجة فحتى لو انت مدخن المفروض انك بتوقف التدخين يا سيدي على الاقل لغاية لما الدنيا يتعدي ده من باب الاخذ بالأسباب بس احنا من كترة ما شفنا يعني عايز اقول لكم ما بيني وما بينكم كده ان العظم لما بيبقى ناوي يلحم والله لو في ايه بيلحم ولو مش ناوي يلحم تلاقي العظمة ركبة على العظمة واللي عاملها يعني واحد مشهود له بالكفاءة وتلاقي المريض لا عنده سكر ولا بيدخن وهو ما فيش فعشان جلد الزات المرضى اللي بتندب حظاها عشان عندها السكر كله كلام كتب عوامل مساعدة بس الاصلا الساعة لما ربنا بيئذن الموضوع بيخلص او بيتأخر بحكمته بقى يعني اللي عايز اوصله لكم ان الاسباب دي مش اسباب حقيقية من ضمن الاسباب ان يبقى فيه مشكلة في الجراح الحاجات دي تندسرت خلاص يعني الحاجات دي انت اكيد مش رايح لطبيب صغير فهو عادة بيبقى الكسر محطوط في مكانه متثبت كويس في الاطار بتاع اللي هو يلحمه مو بعد كده ربنا ما يريدش فهو اللي عليك حضرتك ان لما يبقى فيه تدخين لازم يوقف ده اللي عليك انك تعمله وانك تتغذى كويس ولو فيه سكر تزبطه الكسور المفتوحة بتزود يعني الكسر مثلا كسر الفخت اللي مفتوح نسبة اللحام فيه بتقل مقارنة بالمغلق بس احنا بنلاقي المغلق ما بيرحمش هو اللي مفتوح بيرحم مثلا في حالات زي ما بيقابلنا فهو كلها كلها ارقام ابحاث بس في الاخر مفيش اسباب كله بتاع ربنا اه نيجي بقى من اول هنا هو احنا اخدنا من المعلومات اللي فاتت ان احنا المدة لغاية كام واللي عليك تعمله بالنسبة للاسباب ايه بالنسبة بقى للتقسيمة عدم التقامل فخد دوت مهم جدا طرق العلاج بتختلف على حسب اللي كان معموله قبل كده معموله مصمر نخيعي معموله شريحة عدم الالتقام ده من النوع دموي ولا غير الدموي بصرف النظر ان علاجهم تقريبا قريب من بعض الا ان النتائج بتاعت الدموي بتبقى اقوى بكتير هل في نقص عظمه ونبتدي بقى نخش في ايه في الحاجات الاصعب ونقص العظم دوت مثلا من واحد لتلاتة سنتي ولا اكتر من خمسة سنتي دي بقى ارقام بتخلي العلاج اصعب في تلوث ولا لا والتلوث معروف انه بياخر اللحن بس ما بيمنعهوش الكلام ده كله بيفرق في طريقة العلاج الاعراض ايه هي المشكلة الوظيفة المشكلة عندك دايما بتبقى الوظيفة الفاخد عادة في الايام اللي احنا فيها بيتثبت بمصمر نخيعي فحتى لو العظمة مش لحمة بيقدر يمشي بس بزكة ما بيقدرش يحمل حمل كامل وبعد فترة المسامير العرضية غالبا بتكسر لو في فرق في يعني في فقدان لجزء كبير من العظم بيبقى في فرق في الطول تاني بيعمل ذك غير الالم غير لو هو فيه التهاب ممكن يبقى فيه افرازات الاشعات طبعا احنا بنعمله تقريبا كل الاشعات الاشعات سواء كانت العادية او المقطعية نحدد حاجات كتيرة يعني ايه دي مش مش تبعكم لما بيبقى فيه تأخير في اللحام بنساعد عن طريق عن طريق العلاج الطبيعي بالمجال الكهرومانطيسي الكلام دوت ليه نسب نجاح برضو من باب العمل يعني العمل الواحد اللي عليه ان احنا بن طيب برضو كالعادة زي كل العمليات بتاعت الريدو اللي هي بنعيد فيها العملية تاني بيبقى مهم جدا جدا ان يبقى فيه التهاب ولا لا لانك انت لما بتركب شريحة مثلا لو فيه التهاب خفي وانت جيت ركبت الشريحة ركب عليها التهاب تاني ودخلنا في سكة ارخم من الاول طيب الاهداف الهدف هيبقى ايه غير ان احنا نرجع العظمة تلحم تاني في الشكل الطبيعي والتناسق الطبيعي بتاعها يعني مثلا ما تبقاش لفة يعني الفخد ده لو لافف لو الصبونة بصل برا هتلاقي الصبع الكبير رامي نفسه لغاية برا خالص ولو العظمة لفة لجوه عظمة الفخد لفة لجوه جماعة المصمار النخاعي ده عامل زي الشيش طوق داخل في النخاع بتاع العظمة من جوه والعظمة ممكن تلف كده وممكن تلف كده فعلى حسب لفة العظمة دي بتسمع تحت في القدم فاحنا الهدف من الجراحة ان احنا نعيد اللفة ونرجع الوظيفة نعيد اللحام ونرجع الوظيفة ونقلل الالم طيب بصوا يا جماعة ايه الانواع بتاع الجراحة في حاجات ملهاش اول ولا اخر انا هقول لكم احنا بنعمل ايه والحاجات اللي انا عايز نبهكم عليها شيل المصمار العرضي شيل المصمار العرضي عشان نزود بنسبة اللحام ما هو الفلسفة ان احنا نشير المصمار العرضي فالعظمتين ينطبقوا على بعض فيزيد اللحام الكلام دوت ليه نسبة نجاح محترمة في الساق في الفخد ضعيف في الفخد نتائجه ضعيفة دي اول معلومة تاني معلومة من ضمن طرق العلاج ان احنا بنشير المصمار النخاعي ونركب اكبر هو عادة الطبيب اللي قبل مركب اكبر مقاس عنده في الشركة مثلا مثلا 13 الطبيعي ان احنا لما بنيجي نركب انا بكلمكم بقى عمليا على ارض الواقع بتبقى محتاج على الاقل من مقاس لمقاسين اعلى هو اصلا الشركة ما عندهاش المقاسات دي بغير ان احنا بنبقى خايفين على العنق من فوق يكسر لانك بتعمل تجويف حفرة اكبر واكبر فدي ما هياش الحل المثالي بالنسبالي كله صح للجراح اللي بيعرف يعمله بس بالنسبالي ده مش الحل الامثل طب ما للحل الامثل ايه بالنسبالي يبقى لا هاشير المسمار العرضي ولا هركب مسمار نخاعي اكبر مقاس من المسمار اللي قبل كده انا لازم افتح واكحت واران عظم عظم محترم ا يعني وا يعني اوفر واحسن للعيام بمراحل من موضوع فتح الحض والفرق اكيد بتاع الحض كويس احسن من الناحية البيولوجي وكلام زي كده بس برضو لها مشاكل وهو في الاخر كلمة السر في عدم اللي حامل كحته بتاعت العضل يعني كل ما الجراح كانت الكحتة بتاعته احسن وطريقة التسبيت اقوى بيبه هو ده الاصل في العلاج مش بس الترقيع الترقيع عامل مساعد برضو طيب افتح واجحت كويس انضف المنطقة وحط العضم بتاع واسبت كويس الكلام ده لو انا ما عنديش تشوه يعني المصمر النخاعي مش راكب على عوج بحط على الشريحة على المصمر النخاعي وجايب نتايج احسن من ان احنا نشير المصمر النخاعي ونحط الشريحة بس طيب المصمر في مشكلة او بعض الحاجات التانية مش عارف العضمة صغيرة مثلا والمصمر كبير اوي واخد العضم مش مخليني اعد المسامير حوالين المصمر النخاعي بطر اشير المصمر النخاعي واركب الشريحة زي ما هنشوف بعد شوي يعني انا تقريبا فهمتكم ايه هندي شوية امس ده مصمر نخاعي يعني لو حذلك شايف في عوج هنا وفي جزء هنا مش ايه مش دي لازم تتفتح وانا بتني الشريحة بالشكل دوت بحيث ان انا احط عضم بكميات عضم كبيرة في حضن الشريحة جنب بعد ما بتنظف الامور بتبقى دي واحدة تانية مصمر نخاعي برضو وبقعد فترة طويلة العضمة مش راضية تلحم شلنا المصمر برضو عشان نكحت براحتنا وحطينا شريحة ده مصمر نخاعي تاني من نوع تاني بس لو اخدتوا بالكم العضم متفشفش لدرجة ان الجزء الخارجي دوت مفيش بس كمين التثبيت حلوة قوي بالمصمر النخاعي فحطينا عليه شريحة زاتية الغلقة منبرك دهوت وحطينا عضم بعد شوية العضم كله افل تقريبا افل الامثلة كتيرة مثلا دي عضمة ده الكسر في الاصابة ساعتها عمل مصمر الطبيب عمل له مصمر نخاع المصمر النخاع وشوفوا العضمة ركبة على العضمة والحاجات يعني حاجة منظر يفرح وحل وفي الاخر ما لحمدش والعين لا بيدخن ولا اي حاجة ف بمجرد ما ركبنا شريحة وكحاتنا كويس وحطينا على الدنيا الحمد لله لحمد احنا فيه انواع كتيرة ومشاكل كتيرة هنبقى نقولها بعدين بالنسبة لعدم التحامل الفخ احنا بنقول الجزء البداي اوي فيه مثلا الحدد بتاعت نقص نقص حتة من الفخ دي هنبقى نتكلم عليها بالتفصيل بعد كده هو الطبيعي ان بعد العملية برضو تفاصيل العملية نفسها نبقى نعمل لها محاضرة لوحدها الترقيع العضم طبعا بيبقى بيتلكك والشريحة الشيئة للعضم كله من اوله الاخره فاحنا يدوبك اخرنا تراطيف الصوابع على الارض وبعد ست اسابيع ممكن يبتدي يحط رجله على حسب ما احنا بنشوف تاني يا جماعة احنا مجمعين كل الكلام دوت في البلاي لست على اليوتيوب او على الموقع بتاعنا هتلاقي في مشاكل كسور الكبار صحة حضراتكم تهمنا سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر